اشتركوا في القناة هنا وصلنا عند ام رسلان دينا رسلان سوف نذهب اليوم سوف نعطي لكم استغلية الفرصة لكي نعطي لكم المحل فريد وموسى والمحل الذي نشيه منه جهة مسجد الفرقان هنا بابا سوف يشير رسلان في سكره سوف نشيره ويشيره يوغت أو شوكولات المهم هنا ارى جهة هنا ارى جهة هنا ارى جهة هنا محل فريد وموسى بغيت ندخل لكم من المحل واضحة لكم المهم هنا ارى جهة ارى جهة المسجد الفرقان تبتون بوضع لكي نتخلون الطريق لو ارى جهة بابا قبل ما نلحقوه بطبابا يشيل البن ديما يشيل البن من عند هذا اللبان او في نفس الطريق هذه بعقال باش تكون صورة او بعد نمشي طول ما تروحوا لحكل هكل لانه بزاف من خرج باتنا يجيوا يقولوا لهم مصبغين انو يوصلونا قدام مسجد الفرقان ها هو البناس مسجد الفرقان كملي طول 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 او مش بعيد ها هو كي هنا المسجد اه عفوا المحل الاول ها هو كي بابيلا هذا هو المحل الاول اللي قدم مسجد الفرقان بعد كملو طول طول البنات هذوك تشوفو هنا مع الدورة هذي هذوك شتورة وحاط هذا الشربة تدروع هذيك الدورة تمشي طول 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 وتولهو عليه يدكم اليسرى تلقاوا محل فريدو موسى هامشي معايا هنا شفيرة يتزعزع الكاميرا لانه ريسلان قلي هزيني سمه هزته وفي نفس الوقت رانين كاميرا لكم في الطريق على بيجات شوية مخلطة امشي الطول كما قلت لكم البنات ها هو كي تلقاوا واحد يبيع المشامق وما شابه من بعد تلقاوا هو ها هو كي البنات ها هو كي ها هو كي سنوريسلان هنا ها يضي بابا ها هو كي هذا هو محل فريدو موسى Julius لا أuous يعني كاميرا انا فلتت خلطة لابت لمسك كاميرا مصر ها هو خفيف خفيف لانه فلتت لوا عندي امر عندهم فلتت عليهم معا الرجل لا كنت مكون متلا معولة يعني كما يقولوا خطفة هذا هو كما فهمتتكم البنات تبعوا واني وانا نعاتي لكم تلقاوا مسجد الفرقان تاعدوا تذكروا تتعاروا المحل فريدو هذا المحل الثاني نشري من عنده هذا هو المحل يشيت من عنده هذه قطعة الفخار 25000 اللي سقسيتوني عليها كامل ومن بعد تمشي طول والدوري الدوري الأولى على يدك اليومنا دوري معها كملي طول 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 على يدك اليوم ستجد محل فريد وموسى هنا يا بعد ما كملت هنا رأينا مروحين وش بغيت نقول ابنات راهي راح تحل الأفوار في باتنا نشوفوا ما فيها وما فيها إذا فيها حوايج ملاحة سنقول لكم بربي إن شاء الله لأنه كان بنات بزاف تقول لكم ما سمعتش بلاف ورجات راحي راح تحل كما راكم تشوفوا هم كيدي جاوجدوا الخيمات وما شابه هكا مهم راحكم تشوفوا هم كيلونه بيض راح يحلوا المعرض المهم هذا يجري كما يقولون في فضريفة خشتانا وبابا راحنا كما راحكم تشوفوا السيري سلان هو السابق يدخل هدخلون سكرنا الباب هيا كي ويطلع كين حابون هزوني لك ما تهزوني البرة يقولنا هزوني وفضلك يحب يطلع يقول لكم نطلع وحدك نتبع الأولاد وش سنفعله هنا كما كم تشوفوا مريم ثم راحي دارت لابطع السوفلي وهنا الكسرة راحي تطلع وهنا راح حدير وحدة القراطة ومخلط كين حوايج تعقل قراطة وكين حوايج اللي حدينهم في شغل السوفلي سوفلي عفوا هنا بيضانجا قطعته وحطلوحه في الفور باش ما قريه وحش باش ما يديش الزيت بزاف خاطر بيضانجا معروف يمص بزاف الزيت ومهم بعد مقلات الكاين دارت قغطها مصورش وكاين هذو كل خضروات اللي قطعتهم وكعبت اي دارتهم هكا سوفلي مملاحات يعني حطت الجوب المهمة كم تلقاهوا على ماء سوف تضعوه لكم في القناة بهذا الطريق المهمة فطور خفي فضريفة بكل صراحة ها هو كي وطايب هذا هو طاولة الفطور خفي فضريفة هذا هو نهاري اللي فوضته يعني قدرتوا بذم على جالتكم على جالة المحل بكل صراحة لانه بزاف يقولوا لي معرفناش 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 يعني حاولت اخطنعت لكم الطريق وانه بقيت وانه كانت هنا وانه بقيت السلام عليكم في الملتقى ان شاء الله السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم